اشتركوا في القناة اعلن مطار حمد الدولي عن اجراءات جديدة لتنظيم رسوم مواقف السيارات طويلة الامد وقصيرة الامد من خلال تحديد تعريفة الرسوم وتتضمن التعريفة قيمة الرسوم لكل 24 ساعة بمعدل 45 ريالا بينما تكلف تعريفة كل ساعة او اقل ريالين فقط وفي حال فقدان تذكرة دخول المواقف يضاف مبلغ 35 ريالا الى الرسوم خلال مدة استخدام المواقف يشار الى ان مطار حمد الدولي كان قد اعلن عن تطبيق نظام دفع رسوم مقابل الوقوف في موقف السيارات طويلة الامد وذلك باستخدام البطاقة الائتمانية عبر منافذ الخروج بدءا من نهاية الشهر الحالي مشاهدين الكرام تقدم ادارة الهندسة في مؤسسة حمد الطبية منحا لدراسة الهندسة للطلاب والطالبات الالكتوريين كما توفر فرصا وظيفية لجميع المبتعثين والخريجين بعد استكمال مشوارهم التعليمي للمزيد حول مختلف برامج الادارة معنا في الستيديو السيد عبدالله بن خلف الكبيسي مدير قسم التدريب والتطوير بادارة الهندسة في مؤسسة حمد الطبية يا مرحبا ومسهر يا ابو خلف يا أهلا ومرحب حياك الله بيب الله وجيكم على ما تقدمونه في الطلب الالكتوريين هذا من دوعي سرورنا وطبعا هذا ما يحتاجه الشاب القطري إن شاء الله ودولتنا هي اللي تحتاجها إن شاء الله الله يوفق أنت موجود معنا الليلة في الستيديو عشان توضح لنا وتوضح لهم يعني عندنا مجموعة تأسيلة رح نترحها عليك ووجودك هنا عشان يبيننا كل شيء أنا حاضر في أي حاجة إن شاء الله وبسم الله والحمد وبركاته نعم بخالة في البداية لو متكلم عن المنح الدراسية التي توفرونها للمهن الهندسية وهي يعني يمكن يعني اللي تستقطبونهم هم القطريين لو تحدثنا عن هذه المنح طبعا إحنا في عندنا مرحلة أسمى مرحلة التقطير حاليا في أماسي الصحابة الطبية علشان نستقطب الشباب القطري ونحاول نأهله وندربه وندرسه في جميع مجالات الهندسية نقصد طبعا في عندنا قصور كبير في معظم أنحاء الدولة في الحرف الفنية مثل الفنيين المكانيكيين الفنيين الكهربائيين الفنيين الإلكترونيات فنيين تشغيل كل هذه كلها عندنا فيها قصور كبير يعني والحمد لله أننا يعني كان فيه توعية كبيرة أملنا مشروع اللي هو مشروع اللي هو الرامدينج على المدارس نلف على المدارس الحمد لله والحمد لله أننا ابتديننا يعني تستقطبون ابتديننا نستقطب بعض الشباب أنهم يجون عندنا وفيه الحمد لله عندنا كمية من الشباب اللي موجودين حاليا في بريطانيا يدرسون على حساب المؤسسة عشان يجون هنا مؤهلين كمهندسين أو فنيين في الهندسة نعم هم الفئة المستهدفة هم طلبة الثانوية العامة نعم والتخصص المعين اللي رايح يدرسون فيه هو التخصص الهندسة الهندسي هذا اللي احنا نوضحه للمشاهدين أن الفئة المستهدفة من عندهم اللي هم طلبة الثانوية العامة بيض الله وجيكم والدراسة هي في مجال الهندسة الهندسة طيب بأنواعها بأنواعها عندنا الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربائية الهندسة الإلكترونية الهندسة المدنية نعم وفيه هندسة الكيميكل اللي هو التعقيم المياه والشسبة وفيه عندنا يعني في المستقبل راح نفتح مشاريع أخرى أن نقدر نستقطب شباب قطرين كميات كبيرة الحمد لله يعني أنا في الراوند اللي عملناه حق المدارس وأنا يعني أعمل لهم برزنتيشن عشان المدارس شل مطلوب مثلا جيت أنت مدرسة ثانوية ولقيتني أنا وخالد نحن طرابة تنوينا شل مطلوب منك عبد ترى الأمور سهلات كلها في الدولة كاملة يعني مش عندي أنا وعند مؤسسة حمد طبية في الدولة كاملة الأمور سهلة يعني اللهم أنك أنت النسبة المئوية وبعدين اللغة الإنجليزية هي مطلوبة لأن أنت مرح تتعامل وتجاوز المقابلة وتجاوز المقابلة المقابلة هي بسيطة ترى المقابلة هي كلها أمور سهلة يعني بس أنت بخالفة أهلونا أكيد يعني أنتوا لما تروحون أنتوا تروجون لهذه التخصصات خل نقول في المدارسة الثانوية حمد يقول يعني تخيلنا أنا وحمد في الثانوية ترزع ذلك الأيام شي يا ابنة حمد أنا الثانوية أنا على طول الثانوية أنا على طول بس شلون الطريقة أنت أكيد أنكم تستغطبونهم أكيد فيه أشياء مثلا برامج يأخذونها قبل مثل ما ذكرت إذا كان مثلا ضييف أهم شي الرغبة تكون عند الطالب بالضبط أنا أتواني أبغى أقول أبغى أوضح الشيء ممكن تكون نسبتي عالية لكن في المقابلة أقول لك أنا ما أبغي أنا بروح مثلا في تخصص آخر ما شكرا على أو العاقس أو العاقس ممكن عنده رغبة هو عنده رغبة ونسبة تنازل نسبة تنازل بس هنا فيه أمور أخرى أنا لما قلت لكم أني أنا سويت زيارات حق بعضها بالمدارس اللي في قطر الثانوية وسويت لهم محاضرات هناك الحمد لله والمحاضرات كانت معظمها نقول تسعة أو تسعين تسعة من عشرة ناجحة وتستهدف الشباب القطري في المدارس والحمد لله يعني عندي معظم الزيارات اللي عملتها يعني كانوا يتفاجئون بإدارة الهندسة في مؤسسة حمد طبية يعني ما كان عندهم علم عن شيء اسمه إدارة الهندسة في مؤسسة حمد طبية والإقبال مش كان الإقبال كان عندي أكثر من توقعاتي أكثر من توقعاتي يعني أنا تفاجأت أن المدارس أو المدراء حتى المدرسين لما يجون يحضرون البرزنتيشن أو المحاضرة هذه هم اللي تفاعلون معي أكثر من الطلبة يعني مبقايا المفاهمين مبعرفين أنه في شيء اسمه إدارة هندسة في مؤسسة حمد طبية اللي متوقعين أن مؤسسة حمد طبية بس لعلاج المرضى هذا هو دكتور ممرضى غرفة عمليات بس اللي يجهز هالأشياء هذي شنه نعم بخلف يعني يمكن في برنامج تدريب مهني لمدة عامين لو تكلمنا عن هذا البرنامج وين هو في قطر ولا بره قطر والله هو عندنا إذا جاءنا الطالب من الثانوية العامة زين عنده اختيارين زين إذا إذا هو حابب هالشي يعني عنده اختيار أنه يروحك يدرس سنتين ويرجع تكنيشن مع درجة كويسة يعني بعد سنتين بعد سنتين أو أنه يدرس أربع سنوات ويرجع كمهندس نعم فهو الاختيار لا لأنه إذا شفنا إحنا راح سنتين والسنتين هذه هو ما قدر يكمل هو من نفسه ما بقادر يكمل لأنه ما يقام يجيب المعدل المعدل اللي هو مطلوب منه نزيل فنسترجع ونخليه سنتين يكمل يشتغل وعقبها بعد ما نرفع مستوى يروح نعم إحنا بنكمل معك هذا الحديث وبرنامج هذا بالتفصيل ولكن من شان الكرام بنطلع فاصل قصير وراجعين مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر